يعطيكم العافية أهزاء الطلبة معكم مسرزان رح نتحدث بموضوع جديد في هاي الوحدة الحادية عشرة هلأ الوحدة هاي رح تحكي لنا عن أشكال ثلاثية الأبعاد فيما سبق تحدثنا عن حول موضوع أشكال ثنائية الأبعاد وكانت العائلة بتتكون من المستطيل والمثلث والمربع والدائرة أما في هاي الوحدة رح نتحدث على أشكال جديدة تابغوني لحتى نتعرف على هاي الأشكال هلأ هون مثل ما إحنا شايفين هاي عائلتنا الجديدة لليوم هي عائلة المجسمات الهندسية معناها أشكالنا لليوم بسميها مجسمات بسميها مجسمات هلأ المجسمات اللي هون عنا عنا المخروط مثل ما إحنا شايفين هذا المجسم اللي هو المخروط هذا يسمى مخروط وهذا المجسم أكيد كلكم بتعرفوه متوفر عندكم كلكم اللي هو الكرة الكرة اللي أنا بلعب فيها هي مجسم وهون هذا الشكل هلأ هو معروف لدينا الشكل ولكن رح نتعرف على اسمه اليوم اللي هو المكعب اللي هو المكعب وهون عنا هذا الشكل اللي بيشبه المكعب لكنه في استطالة من جهة معينة أو بتكون جهة أطول من جهة يسمى متوازي مستطيلات متوازي مستطيلات والشكل اللي في الأسفل هون اللي هو الهرم هذا الشكل يسمى الهرم اللي هون الهرم هلأ رح نتعرف الفرق بين الأشكال اللي أخذناها في الوحدة السابقة والأشكال الهندسية الجديدة اللي هي المجسمات هلأ الأشكال اللي وردت معنا في السابق في الوحدة السابقة اللي هي المثلث والمستطيل والمربع والدائرة هدول يسموا مسطحات يسمى كل منهم مسطح أما الأشكال الموجودة هون عندنا في الشكل فهي مجسمات فهي مجسمات فإحنا هلأ لازم نعرف الفرق بين المسطح والمجسم يعني ليه الأشكال اللي بالحصة السابقة أنا سميتها مسطحات بينما الأشكال هاي الجديدة اللي هي الأسطوانة والمخروط والكرة والمكعب والهرم ومتوازي مستطيلات لماذا تسمى مجسمات لحتى نتعرف على السبب تابعوني إذن ما هو الفرق بين مسطح ومجسم لحتى أعرف الفرق رح أجيب مسطح ورح أجيب مجسم هلأ مسطح جبنا مستطيل مثل ما أخذنا بالوحدة السابقة إنه المستطيل هو مسطح بلاحظ لما وضعت المستطيل على الطاولة جميع أجزاء المستطيل لامست الطاولة لذلك اسمه مسطح فوضعنا هلأ بجانبه مجسم بلاحظ إنه المجسم لما أنا وضعته على الطاولة لامست الطاولة من الجزء السفلي فقط أما الجزء الآخر فهو بقي على ارتفاع من الطاولة غير ملامس للطاولة أي يوجد عندنا علو في الشكل هذا مثل ما عرفنا إنه هاد شكل المكعب هلأ لحتى نعرف الأوجوه الموجودة بالمكعب هلأ كل لون من هاي الألوان اسمه وجه فإحنا رح نفكك هذا المكعب لحتى نعرف عدد الأوجوه اللي بتكون هاد المكعب عنا الوجوه رح نشوفهم مع بعض هلأ عنا الوجه العلوي والجوانب والوجه السفلي بدي أعرف كم عدد جميع الوجوه الموجودة في المكعب لحتى نعرف كم وجه رح يكون لي مكعب لازم نفكك هذا المكعب ونعرف أجزاؤه هلأ الجزء الأول اللي هون هاد وجه من أوجوه المكعب هاد الوجه الأول وهاد الوجه التاني من أوجوه المكعب وهاد الوجه التالت من أوجوه المكعب واللي بالأسفل هاد الوجه الرابع من أوجوه المكعب وهون عنا الوجه الأزرق اللي هو الوجه الخامس وأيضا هذا الوجه هو الوجه الأخير والسادس أي أنه باكتشف أنه المكعب له ست أوجه المكعب له ست أوجه مثل ما إحنا شايفين هون إذن عدد وجوه المكعب هي ستة إذن هذا الشكل يسمى مكعب وعدد وجوه هي ست أوجه اللي هي هاي الأوجه الظاهرة عنا في الشكل بعد ما حكينا عن أوجه المكعب وحكينا أنه إله ست أوجه فضل عنا هيكل مثل ما إحنا شايفين هذا الهيكل بتكون من أضلاع حكينا الأضلاع هي قطع مستقيمة أو خطوط مستقيمة هلأ منا نعرف إيش اسمها هاي الخطوط المستقيمة الموجودة بين كل وجهين من أوجه المكعب بين كل وجهين في عنا القطع المستقيمة اللي اسمها حروف إذن تسمى حروف هلأ رح نعرف مع بعض كم عدد حروف هذا المكعب لحتى نعرف عدد الحروف منا نعيدهم مع بعض رح نبدأ العد بعد أحرف هذا المكعب مثل ما إحنا شايفين هون عنا هاد المكعب إذن هاي الخطوط المستقيمة هاي هي عبارة عن أحرف إذن كل لون كل قطعة مستقيمة هي حرف هذا الحرف الأول وهذا يسمى حرف تاني وهذا حرف وهذا أيضا الحرف الرابع وهذا الحرف الخامس وهذا الحرف السادس وهذا الحرف السابع وهذا الحرف الثامن هذا حرف رقم تسعة وهذا حرف عشرة وهذا بصيره 11 والأخير اللي هو 12 بستنتج إنه للمكعب 12 حرف 12 حرفاً إذن كم عدد حروف المكعب؟ عدد حروف المكعب 12 حرفاً إذن 12 حرف بكونولي مكعب لاحظنا هذا الإشي لما فككنا المربع وشوفنا المكعب أقصد لما فككناه وشوفنا إنه بيحتوي على ست أوجه اللي هي وأيضاً يحتوي على 12 حرف يحتوي على 12 حرف هاي هدول 12 حرف لو بدي أرجع أحطهم وأكون منهم رح يكونولي مكعب رح يكونولي مكعب هلأ منا نشوف كم عدد رؤوس هذا المكعب مثل ما إحنا شايفين النقطة الحمراء هاي اللي هون اللي هي بداية هي رأس هاي رأس بداية المكعب هلأ المكعب لا يحتوي على رأس واحد إله العديد من الرؤوس رح نكتشف برضه مع بعض كم عدد الرؤوس التي تكون المكعب عنا هون الرأس الأول والرأس الثاني والرأس الثالث والرأس الرابع الرأس الخامس الرأس السادس والرأس السابع والرأس الثامن نستنتج إنه للمكعب 8 رؤوس مثل ما إحنا شايفين هون عنا بالشكل؟ هاي هي 8 رؤوس معناها كم عدد رؤوس المكعب؟ عدد رؤوس المكعب ثمانية للمكعب ثماني رؤوس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة